اشتركوا في القناة اليوم بدنا نتكلم في فيديو سريع عن توصيل التوازي والدلتا التوازي والدلتا يعني للمحركات قدرات متوسطة او اكبر شوية بيكون المحرك ملفوف توصيل توازي ودلتا خارجي طبعا الان عندي انا محرك هنا قطبين هاي ترمبت ماء 7.5 حصان توصيلها طبعا كانت ملفوفة بسلكين مجوز انا عملتها توازي بسلك واحد وهي من الخارج توصيلها دلتا فالان رح نوصل توصيل توازي داخلي ودلتا خارجي بالطريقة سهلة وسريعة ما بدها هاي مشاكل الان احنا عنا قطبين في كل فاز مجموعتين في كل فاز متقابلات زي ما انتوا شايفين هاي مجموعة وهاي مجموعة متقابلات الان بناخذ كل طرفين جنب بعض بناخذهم على سلك على اساس انهم نطلعوا لبره لروزيتا هذا بكون نهاية وبداية هذا التوازي توازي للقطبين نهاية في بداية فبناخذ السلكين الجنب بعض وفي المقابل السلكين الجنب بعض كل مجموعتين السلكين الجنب بعض نهاية مع بداية نهاية مع بداية كل سلكين متقابلين كل سلكين جنب بعض وبناخذ كمان السلكين المتقابلين لجنب بعض نهاية وبداية نهاية وبداية لكل الفازات لكل المجموعات الان احنا بنبدأ من اي سلكين بنعتبرهم طبعا هذولا كل سلكين نعتبرهم احنا الان كانهم سلك واحد لان رح نوصلهم مع بعض على سلك ويخرج للروزيتا فاعتبار أنهم سلك واحد إنسى أنهم الآن سلكين اعتبرهم سلك واحد يعني أربطهم مع بعض بهذا الشكل مثلا واعتبرهم أنه سلك واحد يعني للجميع بهذا الشكل كأنه صار عندنا سلك واحد من كل جهة من المجموعات وليس سلكين الآن عندنا سلك من كل مجموعات الآن أصبح الأمر سهل على اساس منطلع الهدلتا للخارج لدينا 6 أسلاك الآن من أي سلك ومنبدأ نعد 1,3,2 أو 1,3,5 أو بنأخذ 1 ونترك 1 بنبدأ مثلا من السلك اللي من هون أي سلك بدك إبدأ منه ما عندك مشكلة بنبدأ من السلك اللي من هون بنقول هذا 1 وبنمشي باتجاه اليمين بنترك السلك اللي بعده بنترك السلك اللي بعده بنترك السلك اللي بعده بنأخذ السلك اللي بعده بنأخذ السلك اللي بعده بنأخذ السلك اللي بعده بنترك السلك اللي بعده الآن أنا صار عندي ثلاث أسلاك من الداخل وثلاث أسلاك من الخارج الآن الأسلاك اللي من الداخل بنحط عليهم ثلاث أسلاك ونخرجهم من جهة للروزيتا من جهة مثلا من فوق للروزيتا والأسلاك اللي تركناهم من تحد بنحط عليهم أسلاك ونخرجهم للجهة الثانية المقابلة في الروزيتا لذا نأخذ عمتنا كل سلكين لم يوصل مع بعض الان انا بنوصل الدلتا دلتا داخلي أنا pillars مقدaux الشكل هذا الآن بأخذ كل سلكين جنبدνε بعض. فحكنا هذا سلك ص tit باعتبار انه سلك. فبناخذ كل سلكين جنب بعض. الان بصير هيك دلتة. لو بدأ وصلوا دلتة داخلي. بلحم عليه سلك وبخرجوه لبرة. وباخذ السلكين اللي جنب بعض هنا. وبلحم عليهم سلك. وبخرجوه لبرة. وباخذ السلكين اللي هون. وبلحم عليهم سلك وبخرجوه لبرة. طيب. الان احنا خلينا بس على اساس انتو تتأكدوا هاي الاسلاك اللي اخذناهم من جوة وهي الاسلاك اللي خلناه من برة. لاحظوا. هذا واحد من الفاز الاول. من الفاز الاول. وهذا اثنين ثلاثة. من الفاز الثالث. حكينا الطريقة واحد ثلاثة اثنين او واحد ثلاثة خمسة. انا بحب اسمي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. فبنقول هذا واحد. الان الثاني سلك الثاني بتخرج لبرة. الان هي من الفاز الثالث. اذا واحد ثلاثة. والسلك الثالث اللي بتخرج لبرة من الفاز الثاني. اذا 1 3 2 1 3 2 اما اذا انت بتحب تسمي المجموعة 1 2 3 4 5 6 فبتقول هذا 1 تركنا 2 اخذنا 3 تركنا 4 اخذنا 5 اذا 1 3 5 1 3 5 هاي هي الطريقة اما بتوصلوا داخلي كل سلكين جانب بعض دلتا او بتخرجهم كل ثلاثة من جهة الروزيتا وبتوصل كل سلكين مقابل بعض ما بوصلوا مع بعض او كل واحد من فاز مختلف عن الاخر هاي هي الطريقة طريقة سهلة ان شاء الله ما فيها اي مشاكل حبيت اني اعيدها وكررها بصراحة لانه بنسى الا الان عنها انا صورت اكثر مرة من الفيديوهات لكن انزالت عن هاي بالذات انه الدلتة توازي ودلتة توازي ودلتة هاي هي الطريقة الفكرة انك تعمل بس التوازي تفترض انه هاي السلكين البداية ونهاية تعملهم سلك واحد كانهم سلك واحد في الاخر بصفي عندك ست اسلاك مش اتناشر ست اسلاك هما باعتبر ست اسلاك وليس اتناشر سلك لما انت توصلهم نهاية مع بداية على سلك بصير كأنه سلك واحد وليس سلكين من الملف كأنه سلك واحد اعتبروا انت سلك واحد هاي هي الفكرة اعتبروا انه سلك واحد فبصير عندك ست اسلاك تقدر انك تقسمهم واحد ثلاثة خمسة او واحد ثلاثة اثنين او تاخذ واحد تترك واحد زي ما بدك باي طريقة بتحب انت تسميها وتشتغل فيها وكلهم بعطونا نفس النتيجة هذه إن شاء الله أنكم تستفيدون من معلومات ولا تنسوا ووصيكم دائما ووصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته